بكتور عمر الخولي كيف يمكن للمنتخب أن يتجاوز أزمة رامالله قانونيا؟ اليوم اللي يحتاج يجتاز هذه الأزمة هو الاتحاد السعودي لقرة القدم طبعا الاتحاد لا يمثل نفسه بقدر ما يمثل الدولة السعودي الآن بالفعل هو في أزمة تحتاج إلى تجاوز لكن ما أود أن نشير إليه طبعا دائما الفيفا من حين لآخر إذا ما دعت الحاجة يصرح بأنه لا يرغب أن تختلط السياسة بالرياضة أو الرياضة بالسياسة من هذا القبيل لكن أول نقع في هذا المحظور هو نفسه اتحاد الفيفا اجتماعه السابق الذي قرر فيه نقل مرات السعودية وفلسطين إلى أرض المحيدة هو اجتماع صحيح وقانوني لكن سرعان ما رضق لضغوط سياسية قوية قرر عقبها أن القرار لم يكن قانوني ولم يكن اجتماع قانوني ولم يكتمل نصاب العدد هم أعذار من هذا القبيل وبالتالي للقرار وأصر على نقل أو إقامة البراء في أرض رمالله طبعا هذه لابد من التعامل معها من وجهة نظري أن لا يتطرق الاتحاد السعودي إلى أي نقاط سياسية عن عدم وجود علاقات مع الكيان الصحيوني من هذا القبيل هذه الأمور نتجنبها تماما ولكن ليتنا نقرر أننا لا مانع لدينا من حيث الأصل لابد يصاغ خطاب الاعتراض أو الاحتجاج بطريقة معينة أنه يعني مؤداة أنا لا نمانع من حيث الأصل من إقامة البراء في رمالله لكن الظروف الأمنية الحالية في رمالله لا تضمن سلامة البعثة السعودية لاعبين وإداريين ومرافقين ونظرا لهذه الظروف الأمنية التي يصعب فيها إقامة البراء في رمالله نأمل إقامتها خارج في أي ملعب آخر محايد دكتور أمر ممكن هو رد لاتحاد الدول اللي كرت قدم أنه منتخب الإمارات لعب في رمالله فإيش اللي يمنع منتخب السعودي أنه يلعب في رمالله الوقت الذي نعب فيه منتخب الإمارات في رمالله طبعا دولة الإمارات أنا أرى أنها قدمت تناسلات لا يمكن لحكومة المملكة العربية السعوديان تقدمها ثانيا من حيث التوقيت الوقت الذي لعبت فيه دولة الإمارات البراء في رمالله كانت الأوضاع مقبولة أمنيا ولكن في هذه الأيام تطورت وبلغت حد لا يمكن الإطمئنان والقبول به أبدا ترجمة نانسي قنقر